ابرت غليطة وكان مكتوبا عليهم ان لا يعملوا سوى في مجال لف الفراش وجدب السلال فكانوا مستبعدين تماما من عالم الكتب والمعرفة وللتعبير عن افكارهم على ورق كانوا يفتقدون الى اهم وسيلة وهي الكتابة بطريقة يستطيعون قراءتها وكتابتها حتى جاء القرن التاسع عشر حاملا معه الخلاص فقد تمكن من تغيير هذا الوضع بالكلية صبي في السادسة عشر من عمره انه بطل قصتنا اليوم لويس برايل طور برايل عام 1885 نظاما للكتابة يستخدم حتى اليوم في جميع انحاء العالم كوسيلة كتابة للمكفوفين ولد لويس برايل في مدينة صغيرة في شرق باريس تدعى كوب فراي في الرابع من يناير لعام 1809 كان طفلا فائق الجمال ذو عينين جميلتين يحسده كل من رأاه وكان على دراجة من الذكاء ولديه حب استطناع كبير بالنسبة لسنه كطفل صغير وبينما هو يساعد والده ذات مرة في عمله الذي كان عبارة عن تصنيع سرج الخيل واللحام اخذ ابرة كبيرة ومطرقة وقطعة من جلد وبضع قطعة الجلد على الارض وثبت عليها الابرة واخذ يطرق عليها بالمطرقة وحاولا ادخال الابرة في الجلد وجد مقاومة كبيرة من الجلد لدرجة ان الابرة افلتت من يده وجرحت عينه جرحا عميقا فكان رد فعله ان اخذ يبكي ويصرخ من شدة الالم وكان الجرح قد تسبب في التهاب العصب البصري لما اودى به الى ان فقد بصر عينه اليسرى ولما بلغ سن ثلاث سنوات اصاب الالتهاب عينه الاخرى فاصبح كفيفا تماما ومع مرور الايام ارسله والده لتعلم عزف لبيانو ليصبح مولعا بالعزف عليه انه حقا والد ذكي فقد احتوى مرض ابنه دون ان يجرح مشاعره ولما بلغ بطلنا سن ثمان سنوات اصبح مشهور في المعهد القومي للعميان في باريس وكان نابغا في الموسيقى بجانب تفوقه الملحوظ في الرياضيات والعلوم والجغرافيا وكانت طريقة تدريس القراءة للمكفوفين في المعهد بلمس حروف كبيرة من المعدن كانت تقطع وتلسق على الورق وكان الاصفال يتعلمون لمس الحروف المعدنية بالاصابع ليتعرفوا على اشكالها اما برايل فكان يؤمن بان هذه الطريقة غير عملية لان طول الحرف كان يبلغ حوالي ثلاثة بوصات لاضافة الى انها كانت ثقيلة جدا مما دفعه الى ان يقضي وقتا طويلا يفكر بينه وبين نفسه فلابد من ان يكون هناك طريقة افضل استوحى برايل نظام الكتابة من ضابط بالجيش الفرنسي الذي قام بتصميم نظام للقراءة ليتمكن بواسطته افراد الجيش من تداول التعليمات والاوامر المكتوبة وذلك في اثناء الظلام ويعتمد هذا النظام على عمودين من النقاط البارزة في كل عمود ست نقاط تقرأ عن طريق اللمس ولكتابة هذه النقط فقد صمم لوحا ومرقم ويقوم استخدامها على نفس الاسس التي تقوم عليها كتابة برايل الحالية بدأ لويس بالعمل وكان مصرا على ان يصل الى هدفه فاستخدم اقل عدد من النقاط بحيث تكون وسيلة سهلة للتعلم وفي عام 1829 نجح في تكوين حروف الكتابة باستخدام ست نقاط فقط وبدأ بتجربتها واستخدامها في المعهد وفي عام 1839 نشر طريقته حتى يطلع العالم على اكتشافه ولكنه واجه رفضا كبيرا من الجميع بما فيهم المعهد نفسه وما الجديد؟ كان هذا رد فعله امتجاه كل جديد مبتكر حينها الا ان بطلنا كان يؤمن تمام الايمان بفكرته فمن الصعب عزيز المشاهد هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من الداخل الف بطلنا اول كتاب له يحتوي على ترجمة قصائد الشعر الانجليزي الاعمى جون ميلتون وحتى يمكنه الكتابة استعمل ابرة كبيرة مشابهة لتلك التي تسببت في اصابته بالعمى انه القدر مرة ثانية على الرغم من ذلك الاكتشاف الا انه لم يكن مقبولا ولا معترفا به لكنه لم يتوقف يوما عن تعليم تلاميذه به كما انه حاول مرات عديدة ان يقدم مشروعه للاكاديمية الفرنسية ولكنه كالعادة كان يقابل دائما بالرفض ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد بل استطاع بمساعدة ابيه ان يبتكر االة كتابة للمكفوفين فبات بوسع المكفوفين ان يكتبوا الى جانب قدرتهم على القراءة وفي احد الايام كانت احدى ترميذاته تعزف على البيانو في احد اكبر مسارح باريس ولما انتهت من العزف صفق لها الحاضرون باعجاب شديد فقالت للجمهور الذي نهض واقفا لها معبرا لذلك عن تقديرها لست انا التي استحق كل هذا التقدير ولكن الذي يستحقه هو الذي علمني عن طريق اكتشافه الخارق ان يرقد على فراش المرض وحيدا منزويا بعيدا عن الجميع بكلماتها تلك حركت الرأي العام ليدعم اختراع لويس فتحركت الصحف والمجلات لما دفع ذلك الى حملات داعايا مكثفة تدعم فكرة لويس حتى اعترفت الحكومة الفرنسية باتشافه وتم تطبيق لغة برايل على جميع مدارس المكفوفين بفرنسا ثم منها الى جميع مدارس المكفوفين في العالم ليظل اسمه مرتبطا بملايين المكفوفين يذكرونه على مدار الزمان عندما اخبره اصدقاؤه وهو راقد على فراش المرض قال لهم الدموع تملأ عينيه لقد بكيت ثلاث مرات في حياتي اولهما عندما فقدت بصري والثانية كانت عندما اكتشفت طريقة حروف الكتابة وهذه هي المرة الثالثة وهذا يعني ان حياتي لم تذهب هباءا في عام 1852 توفي برايل بمرض السرطان ولم يتعد عمره 43 عاما في عام 1929 اي بعد مئة عام من صناعة حروف الكتابة للمكفوفين احتفلت فرنسا بذكراه واقام له تمثالا في قريته الاصلية وعندما ازيح الستار عن التمثال رفع المئات من المكفوفين اياديهم ليتمكنوا من لمس وجه الرجل الذي انار لهم الطريق وحتى اليوم ما زال اختراعه يشهد له بالبقاء حتى يومنا هذا لقد ترك كنز المعرفة للملايين من بعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة